السلطات الجديدة في ليبيا والممثلة بالحكومة والمجلس الرئاسي تتحرك في أكثر من جهة لضبط علاقات ليبيا عربيا ودوليا هذه التوجهات عكستها تحركات رئيس الحكومة عبد الحميد الادبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي من خلال تقوية الجبهة الداخلية وحل الخلافة شرق وغرب البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة بالإضافة إلى استعادة ثقة دول الجوار خاصة اليونان حيث تم الاتفاق بين البلدين على استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية رغم مذكرة الاتفاق الجدلية التي وقعها السراج مع تركيا نعمل على تفعيل عمل اللجان المشتركة تمهيداً لاتفاقيات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة المنتخبة المقبلة من ضمنها ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية طمأنة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لليونان في إبعاد التوتر عن المنطقة وترسيم الحدود البحرية لاقت ترحيباً من اليونان وتأييد أوروبي نسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس في 2019 اتفاق الحدود البحرية مع تركيا عودة العلاقات مع اليونان سبقتها زيارة أجراها رئيس الحكومة عبد الحميد لدبيب إلى تركيا طالب خلالها باحترام السيادة الليبية والذهاب لعلاقات اقتصادية متوازنة مبدياً رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الدول العربية والأجنبية زيارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى دول عربية وأجنبية يسعى من خلالها ألدبيب إلى أحداث توافق داخلي وخارجي لدعم السلطة السياسية الجديدة في إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى ليبيا ترجمة نانسي قنقر